موسيقى 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 عادة الخلافات تتعمق بين القوى السياسية في العراق مع اقتراب موعد التصويت النهائي على مشروع قانون الحجد الشعبي في البرلمان وعلى الرغم من أن مشروع القانون يسمح في حال إقراره بتقنين وضع ميليشيات الحجد إلا أن الجدل لا يزال مستمرا حول التعديلات التي تطالب بها القوى السنية والضمانات التي تريد رؤيتها لتبديد المخاوف بشأن الميليشيات صاحبة الرصيد الكافي من الانتهاكات في العراق لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد الكاتب والبعض السياسي عادل المانع ومعنا أيضا من أربيل نائب الأمين العام للمشروع العربي ناجح الميزان وذكركم مشاهدين أن بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال إرسال الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ عادل مساء الخير سأبدأ معك أولا مرة أخرى يثار موضوع قانون الحجد الشعبي وهناك الكثير من القوى تريد إقرار هذا القانون بأقرب وقت ممكن هناك استعجال على ما يبدو ربما قبل الانتهاء من عمليات الموصل لماذا هذا الاستعجال ولماذا ما هي الضرورة لوجود قانون مثل هذا النوع يعني يفترض الشخص أنه بمجرد أن يتم تحرير المناطق وطرد داعش منها تصبح الحاجة منتفية لوجود ميليشيات الحجد الشعبي لماذا إقرار هذا الوضع بقانون بدنا تحياتي لك أستاذ مهند ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة سكاين يوز عربية أينما كانوا الأهمية الحقيقة الملحة لإصدار هذا القانون لا تتأتى كما ذكر جنابك في السؤال على أنه إذا ما حررت الموصل فلم يكن هناك حاجة ملحة لبقاء الحجد الشعبي لا الضرورة الملحة أو الرؤية التي تصل إلى الضرورة هذه ترى على أنه هذه الهيئة أو هذه المنظومة أو هذه القوات التي قاتلت وحررت الأراضي العراقية وتمكنت من مؤازرة الجيش العراقي وقواه الأمن الداخلية من تحرير الموصل تمكنت من أن تصل إلى مرحلة من الخبرة العسكرية التي يمكنها أو يستثمر العراق هذه الطاقات لأن تكون ضمن مؤسسة عسكرية واحدة تحت مسمى مثلا إعادة الجيش العراقي وترتيبه بالنظام واحد ولكن دعني أقول أنه أجلت جرسة مجلس النواب إلى يوم 26 في الشهر الجاري لإقرار هذا القانون طبعا هو القانون بالمناسبة إذا جنابكم اطلعت عليه هو من أربعة نقاط لا غير هناك توافق سياسي كبير ولكن هناك نقطة خلافية التي تدور في الحوارات السياسية والنقاش فيها التي هي ممكن الأخوان في مجموعة اتحاد القوى يريدون أن يشركوا الحشد العشائري مع منظومة الحشد الشعبي في هذا القرار الأخوة التي يعترضون على هذه يقولون على أنه هي التسمية واحدة هو شعب عراقي وهذا حشد شعبي ومن أراد أن ينظم ترتب أموره بالشكل الذي تسمح له وفق المواصفات التي يقرها القانون الذي سيشرع وإلا الحشد أنا أراه أكثر من ضرورة ملحة في أن يكون ساندا وضاربا وهو بالمناسبة هو هيئة ومؤسسة حكومية يرأسها وزير مستشار الأمن الوطني وعلاقتها مباشرة مع القائد العام القوات المسلحة وأقرت قبل أن تكون هيئة معترف بها أقرت رسميا بالموازنة العراقية لعام 2016 من حيث موازنتها وحصت أموالها سؤالي كان هو تحديدا أستاذ عادل أن هذه المجموعة المسلحة أنشأت بناء على دعوة من المرجعية بسبب وجود خطر محدد يحدق بالعراق هو خطر تنظيم داعش الآن إذا انتفى هذا الخطر ما هي الحاجة الملحة لبقاء هذه المجموعة إذا كان هناك من هؤلاء الأشخاص من اكتسب بالفعل الخبرة العسكرية كما أشأت وأصبح ضالعا في العمليات العسكرية وبالإمكان الاستفادة من قدراته فلينضم إلى الجيش العراقي لماذا الإبقاء على منظومة عسكرية موازية للقوات المسلحة الموجودة حاليا يا أخي لم نبتدع بدعة جديدة في العالم حتى يشار إلى هذا الموضوع بهذا التسليط الإعلامي والضوء عليه بهذه القدرة في كل العالم يعني هناك جيش وهناك حرس وطني وهناك منظومات ولعل أنه الظروف التي هيئت لا بس مش حرس وطني هذا وأبرزت هذه المنظومة كيف؟ هذا ليس حرس وطني يا أخي هو الفرق المسمى ولا الفرق التعاطي العسكري والتعاطي السياسي يعني الرؤية السياسية والصفة الشرعية التي أغفيت عليه حكوميا ونفترض أنه نستبدل قانون الحجد الشعبي باسم تحت عنوان الحرس الوطني تحت عنوان حرس العراق تحت عنوان حرس الديمقراطية سميه ما شئت ولكن تحسس الأخوة البعض الحقيقة بالمناسبة الحجد الشعبي قوامه 35 ألف منهم ما يقارب يعني يصل إلى العدد إلى العشر تالاف منهم مسيح ومنهم أيزيدية ومنهم من العرب السنة ولهذا الضغط والتسليط الإعلامي على الضوء لأنه أسس الحجد الشعبي وقيادات الحجد الشعبي وعم الأغلب من الحجد الشعبي هم من الشيعة ولهذا تجد أنه يسلطون الخشية والخشية بينما واقع الحال الآن في معركة الموسيل لماذا الخشية من الحجد الشعبي أنا أكد لك وبلسان عراقي واضح وصريح الكرد يخشون دخول الحجد الشعبي إلى الموسيل لأنهم مقتنعين تمام القناعة على أنه سيمنعهم من قضم الأرض الخراقية والإمساك بها والطرف الآخر من مجموعة آل النجيفي طبعا سيحول دون مشروعهم في التعاون مع تركيا بتقسيم الموسيل ولهذا تلقى عليه التهم وتلقى عليه التبعية لأنه هذا تبعية إلى إيران وموالي إلى إيران وإلى أكد خلينا نسمع من الأستاذ ناجح مساء الخير أستاذ ناجح ما رأيك أولا هذا الحجد الشعبي كما يقول الأستاذ عادل ضرورة حتى لو تم التخلص من داعش هناك خبرات يجب الاستفادة منها وهذه المنظومة كما يقول موجودة في دول أخرى سواء حرس وطني سواء حرس الحدود حرس البلاد سميه ماشد وهناك حاجة كما يقول لوجود مثل هذه المنظومة وما رأيك في ذلك؟ حياك الله وحيا مشاهدين قناة الكاميزة عربية وضيفك الكريم طبعا مثل ما تفضل جنابك هو الحجد الشعبي جاء بفتوى إذا كانت أصل قضية قضية الفتوى الفتوى من أسئل السستاني قال فرض كفائي يعني فرض كفائية إذا قام به البعث سقط عن الباقين لمرحلة معينة وهي صد داعش عن مناطق العراق هذا أولا هناك رفض ليس من السنة فقط وليس من الكرد فقط هناك تخوف من سيد مقتدى الصدر الذي يمتلك الشارع لا طالما وصفها بالوقحة هناك جرائم ارتكبة ميليشيات الحجد الشعبي هذا ما اعترف به مجلس حقوق الإنسافة الممتحدة أعتقد ليس من المناسبة اليوم أن نشرع لقوة قانون مخالف للدستور نشرع له قانون وهو يعلنها جهارا نهارا بأننا تابعون لدولة أخرى هذا ما يقوله وإعلامهم وراياتهم وكل شيء وثقافتهم كلهم يقولون نحن تابعون لولاية الفقه والقائد المرشد هذا أولا ثانا هناك سيد العبادي شك من هذا ليس نحن سيد العبادي قال مئة فصيل مئة ميليشا لا أعرف من أين أتت هناك كتاب حزب الله ليس في منظومة الحجد الشعبي القصة مهاي يعني السؤال لماذا لا نسلح ونقوّل جيش ونقوّل قوات الدستورية ولا نقع في حرج دستوري وحرج اجتماعي وحرج طائفي اليوم الحجد الشعبي إذا كان فرض كفائي فإذا يكملون يرجعون لأهلهم زين ماذا القدرات اللي اكتسبها هم عبارة عن شباب وعبارة عن كهول وشياب هم ذول اللي جاءوا فزعة يعني شي جاءت بأمر من السستاني وشي جاءت بأمر من مقتدى الصدر هذول أيضا ليس محسومين على الحجد الشعبي الذي أقوله اليوم يعني ما بعد داعش يجب أن يعود الكل إلى أهاليهم ومن يريد أن يتطوع من ضمن الحجد الشعبي أن يذهب إلى القوات المسلحة إلى القوات الأمنية حسب ما جاء بالدستور وأن يكون القائد العام هو قائده وأن يكون تابع الوزارة الدفاع أو الوزارة الداخلية إذن لماذا نبقي على الوزارات إذا كان الحجد الشعبي أن نشرع على قوانين مخالفة للدستور نصد لموازنات إذن بقاء الجيش ولكن على ما يبقى السيد ناجح يعني الخلاف داخل البرلمان وخاصة بين الكتلة السنية ليس على إقرار هذا القانون أو عدم إقراره هي كما قال الأستاذ عادل على نقاط معينة مسألة إشراك الحجد العشائري وكل هذه الأمور على ما يبدو التيارات السنية يعني غير معارضة بشكل كبير لمثل هذا القانون صحيح أنا معك كثير من القوى السنية اليوم لا تستطيع أن تعلن ما بداخلها أو قناعاتها بسبب أنه اليوم يكون قوة الحجد الشعبي والسيطرة الإيرانية لا يستطيعون لكن هو الحجد الشعبي مليشات الحجد الشعبي هي من جعلت المجتمع يرفض عندما يعلنون بعد داعش سيكون كردستان بعد داعش سنذهب إلى سوريا ونذهب إلى اليمن ونذهب إلى ما أدر وين أقصد من هذا الموضوع سيغرقنا الحجد الشعبي إذا ما شر علىه وقانون سيغرقنا بحروبه في خارج العراق هذا هم قالوا هذا وليس أنا بالنتيجة اليوم التخوف مشروع عندما تجد تحشيد الرأي العام بالجنوبي من قبل حجد الشعبي بأنه الأعداء ليس آخر القائمة داعش هناك مدري إيش هناك كردستان هناك العرب هناك المعارضة هناك السعودية هناك مدري إيش هناك سوريا أقصد من هذا هذه القوة ليس لها صيغة دستورية وبالتالي ما الذي يجعل أضف إلى ذلك أنه اليوم السنة متخوفين الجرائم التي ارتكبت في ديالة في صلاح الدين في البيجي التغيير الديمغرافي في جرفة الصخر في يثري في سلامانبيك في كثير من المناطق مما حدا بقوات التحالف والجيش والعبادي أن يمنعها من دخول تلعفر إذن لماذا منعت من دخول تلعفر لماذا منعت من دخول الموصل بسبب الحجد الشعبي اليوم تركيا تحركت تعلنها صراحة دولة كبيرة دولة قليمية تعلنها تقول إذا دخل الحجد الشعبي إلى منطقة الموصل سندخل نحن الموصل إذن القضية اليوم غير منتجة للواقع العراقي يعني إذا كان القضية قضية حشد في سبيل مثل نواب السنة أو بعض النواب يريدون أن يرضون الحشد لأنهم يحملون السلاح هذه قضية أخرى لكن النتيجة ما تكون أنا أهيب بالبرلمان إذا كان فعلا يريد أن يفرح بالنصر عليه أن يزع أن يوزع ميليشيات الحجد الشعبي أن ينضمون إلى الجيش إلى الداخلية واعتقد أصلا الداخلية الدمج وهي أصلها ميليشيات يعني ماكو ماكو شي غريب أستاذ عادل المشكلة كما يقول البعض هي أنه هذه المجموعة هذا الحشد سيشكل يعني شيء شبيه بالحرس الثوري العراقي على غرار الحرس الثوري الإيراني والمشكلة أيضا تكمن في مسألة العقيدة العسكرية لهذه المجموعات الولاء لمن بالنسبة لهذه المجموعات ورفع الشعارات الطائفية وكل هذه الأمور أليست هذه المقاومة في مكانها برأيك لا والحقيقة أستاذ مهند أنه يعني ضيفك الكريم وقع في أخطاء كبيرة وتناقضات كثيرة إذا كانت رغبته جدية وحقيقية وليست حديث أمام الإعلام أنه هؤلاء الشباب مجموعة الحجد الشعبي أن تنظم إلى المؤسسة الأمنية وهو لا يمانع ذلك إذن من مانع من أن تكون مؤسسة رديفة أو ساندة وهي برعاية الدولة وتأتمر بأمر القادة العام للقوات المسلحة إذا لم يتم إذا توصل إلى اتفاق أنها تأتمر بأمر وزير الدفاع يعني ليس هناك خلاف في ذلك ولهذا هو يدفع باتجاه وكثير من الأخوة يدفعون بهذا الاتجاه الحقيقة الهدف واحد هو سأل سؤال وسؤال يعني يستحق الإجابة ولا بد من أن يجيب ليش ما دخلوا تلعفار أو ليش لماذا يمنعونهم من دخول تلعفار الجواب واضح يا أخي وصريح أنه القوات الأمريكية كانت ساندة ومغطية إلى مجموعة من الدواعش تحاول أن تخرجهم وتعبرهم من الحدود العراقية عبر تلعفار أهل الحدود السورية عبر تلعفار وبشهادة ليس من عندياتي هذا الحديث وبشهادة مشعار الجبوري وهو أيضا من الشخصيات السنية اللي يعرفهم ناجح الميزان أنه 56 عائلة 56 عائلة أخذوها داعش وهربت عن هذا الطريق إلى سوريا وعزلوا النساء والرجال ولهذا عدم دخوله ملاة الأعفر بمعنى أنه منع الدواعش من مغادرة العراق وسيطالون بالنار العراقية سواء من قوات الشرطة الاتحادية التي تمسك بالمحور الجنوبي أو بقوات الجيش الذي يمسك بالمحور الشرقي أو حتى بقوات البيشمرق الذي تمسك بالمحور الشرقي الشمالي مسألة ما فهمت نقطة أستاذ عادل في نقطة مفهمت أن الأمريكان هم من هربوا الدواعش تقول إلى سوريا طبعا الأمريكاء بس ما هو الحجد الشعبي قاعد بقاتل بقاتل داعش بغطاء وبإسناد جوي أمريكي لأن الأسناد الجوي الأمريكي لم تمكنت كل هذه القوات من تحقيق هذا التقدم يا سيد الفاضل يا سيد الفاضل أكاد أجزم أن أقول نعم أنه القوات الأمريكية كانت تساند القطاعات العراقية سواء شرطة اتحادية أو جيش عراقي أو بيشمرق ولكن الأسبوع الفائد كانت هناك شكاوى من ضمن البيشمرق وليست عادي المانع الذي يتعدد لا من ضمن البيشمرق وهذه موجودة على الأخبار حتى في موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني بريازة مسعود برازاني ولا نقول حزب الاتحاد حتى يقولون أنه هو مضاد لا من موقع حزب الديمقراطي البيشمرق شكاو من ضعف الإسناد الجوي للقوات الأمريكية الجيش العراقي والشرطة الاتحادية أيضا شكت ولكن ليس هناك غطاء جويا للحجد الشعبي سواء أنه طيران الجيش يعني هو الساند أما غطاء أمريكي هذا يعني يذكر في الإعلام فقط ولكنه على أرض الواقع ليس بموجود والدليل على ذلك يعني كما تفضل ضيفك الكريم أنه الدفع باتجاه يعني الحيلولة دون وصول الحجد الشعبي إلى تعالى أنا أقول أنه معركة الموصل وهؤلاء الشباب الذين جاءوا كما يقول السيد ناجح الميزان وتفضل وهو صحيح ولكن هذا جزء من عنده ليست الصورة كاملة يعني ليست منظومة العجل الشعبي كلها هي جاءت نتيجة لفتوى السيد السستاني لا هناك شباب مقاتل ولكن هذا العدد العدد أزيد إلى هذا هذا جانب الجانب الآخر يا أخي أولا أولا لم يقل القرآن الكريم هل الجزاء الإحساني إلا الإحسان يعني من يدافع عنك ويدافع عن عرضك ويدافع عن أرضك لا لا هو لم يقل أن تلغى هذه القوات يا أستاذ عادل يعني ما قال أنه نلغي هذه القوات من دفع عنك ومن دفع عن العراق وذل ذماء في سبيل العراق فلينضم للقوات المسلحة بكل بساطة هذه المسألة يا أخي هذا التوافق سياسي فليتفقوا الكتل السياسية داخل قبة البرلمان بما فيهم السنة والشيعة على أن يكونوا جزءا من المنظومة أستاذ ناجح هناك توافق كما يقول الأستاذ عادل وبالتالي يعني المسألة لا خلاف عليها فخلاف على التفاصيل فقط يعني ابتداء دائما ما نصطدم محللين مثل الآخ أنه يأخذ القضية شخصية أنا ما قلت أنا لم أقول بأنه ميجوز لكن أقول جراء مرتكبة أما عرافكم وكأنه نحن دولة أخرى هذا لا ينبغي ولا يليق برجل يدعي العراقية لو كان ابن بلد في الحرب العراقية الإيرانية ثمان سنوات لم نسمع لا ضابط ولا جندي قال لي جهة معينة أو مكون معين حمينا أرضكم وأرضكم من العجم لم نسمع هذه الكلمة إلا في زمن هؤلاء هذا أولا يعني لو كان العراقي العراقي ما يعير وبعدين هم كانوا نفسهم قادة الميليشيات هم حكومة يعني العراق سقط في حكمهم ولم يسقط في حكم غيرهم يعني هذا العامري كان وزير بدولة القانون المالكي كان رئيس دولة القانون ورئيس الوزراء الكلتشالة المنظومة الحكومية وأسقطوا العراق بأيديهم وجاءوا اليوم يمنون على المواطن البسيط الأعزل هذا أولا أما تقول لي بأنه هناك هذا الحجد الشعبي اليوم مرفوض من العالم هم يرفعون المقاومة الإسلامية ضد الاستكبار العالمي وإسرائيل وكذا هذا شعارات إيران طيب ليش يتمرون بأمر أمريكا عندما تقول لهم لا تدخلون لا يدخلون لماذا لا يضربون أمريكا إذا كانوا صادقين من المشروع العربي كان معنا من أربيل شكرا لك وشكرا لأستاذ عدل المانع الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بغداد إلى هنا ملفات غرفة الأخبار غدا مواعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة